طبعا مثل ما تشوفون أرشد الحاكم الآن في تغطية مباشرة يوم أمس كانت حول الانتصارات هذا أرشد الحاكم نتمنى لإن شاء الله الرجوع بالسلامة مراسلنا الحرب البطل مع مصورنا حيدر جودي الآن هم متواجدين في الموصل راح نستحبكم بعد قليل في جولة إلى إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية لمعرفة كيف نصنع الانتصار ابقوا معي الخطاب الإعلامي العراقي في معركته ضد الإرهاب كان موحدا وهو ما يفسر وجود ضبط في التغطية الإعلامية لمعركة الموصل قناة الرشيد الفضائية التي واكبت العمليات العسكرية بفريقها الحربي لبناء صورة محددة عن إداء القوات الأمنية المشتركة وإذاعتها التي تعتبر أول إذاعة بثت في الموصل الحدب بتاريخ السادس من آب عام 2016 والتي تراعي معايير الموضوعية والمصداقية في تقديم الحدث بهدف ترسيخ الأفكار الجميلة التي يراد منها في ذهن المستمعين عبر أثير إذاعة الرشيد مؤسسة الرشيد الإعلامية سواء كان الفضائية أو شبكة إذاعة الرشيد التي موجودة في نينوة، الأنبار، كاركوك، بغداد والبصرة خاصة الأنبار ونينوة كانت سباقة في تغطية المعارك وكانت حاضرة في المقدمة من الصولات لقواتنا المسلحة وخاصة في محافظتي نينوة والأنبار فقد وثقت بالصوت والصورة انتصارات قواتنا المسلحة وشعبنا العظيم ولذلك أن قناة الرشيد كانت من أوائل القنوات والإذاعات التي ساهمت في تحرير هذه الإراضي وكانت لها بصمة واضحة وحصلت على كثير من الدروع وكتب الشكور والشهادات التقديرية لما قدمتها من إنجاز غير مسبوك الحقيقة خاصة في نينوة كانت في الصولة الأولى وكانت الأفلام المنقولة من عرض المعركة كانت مؤثرة وآلة على أنفسهم سوى طاقم الإذاعة والقناة من مراسلين ومصورين فكان لهم دور مشهود يعني القادة والمسؤولين في الدولة العراقية يشهدون أن قناة الرشيد كانت حضرة في الميدان وبالمناسبة أن أول إذاعة تفتتح في وجود المعارك وهي وجود داعش هي إذاعة الرشيد نينوة وكانت مؤثرة جدا حتى دعبة عصابات داعش بضربها أكثر من مرة سواء ألكترونيا أو البحث عن تواجدها لأنه كانت قريبة من محافظة نينوة فكانت مؤثرة وكانت هي الصوت الصهور والصوت الأساسي في دعم المعركة وأيضاً احتضان النازحين وأيضاً هي نفسها قناة الرشيد بتوجيه من الأستاذ سعد عاصم الجنابي ساهمت بتقديم معونات وتقديم مساعدات للنازحين سواء من خيم أو مواد عينية أو مواد غذائية كثيرة وحتى مواد طبية فقد ساهمت مؤسس رشيد كإعلام وأيضاً بتوجيه من رئيس مدس إدارته الأستاذ سعد عاصم الجنابي اللي دفعنا بشكل مباشر لتقديم هذه الخدمة والخدمة الأخرى وأعتقد الكل يشهد ما قامت به قناة الرشيد ومؤسس رشيد العرامي بدايةً نحب أن نستذكر الشهيد يحيى حمد حسن مدير إذاعات الرشيد الذي كان بالفعل جندياً بطلاً وباسلاً ولم يخرج من الموصل والا على نفس البقاء في إذاعة الموصل وواصل البث إلى اللحظة الأخيرة وهذا أبرز علامة على أن مؤسسة الرشيد كانت تصنع النصر وكانت متأكدة من أن الانتصار قادم على هؤلاء الدواعش ورشة عمل كبيرة بحيث تسوينا غرفة عمليات متكاملة في إذاعة الرشيد وبإشراف المدير العام وبإشراف الأستاذ سعد عاصم الجنابي ودكتور طالب بحار والأخوان في مؤسسة الأخبار وعندنا في إذاعة الرشيد استنفرنا كل طاقاتنا من أجل أن نغطي كل فقرات وعمليات التحرير أولاً بأول والله تجينا الأشطة أو المواد تجينا من الأرض المعركة من قبل المراسل الحربي عندنا أستاذ أرشد الحاكم والمصورين حيدر جودي أو علي فاضل أو صلاح عبد الكريم هم ذول المصورين عندنا فتجي منها كالمواد نبدأ نفحصها ونبدأ نسلسل أحداث ما لتسوأ كنازحين أو كانتصارات الجيش أو توغل القطاعات العسكرية داخل الأزق القديمة في الموصل القديمة حاله الدواعش يضربونه أكثر من مرة وقدروا أن يضربونه موجة معالتني بثون تردد مع الإذاعتهم لكن الحمد لله والشكر إحنا قدرنا نضرب أيضاً البث معالتهم وقدرنا نبث من داخل الموصل وقف الإعلام العراقي الشريف وقف واحد ضد الإرهاب بمساندة القوات الأمنية العراقية بكافة مسامياتها وتشكيلاتها وبالخصوص خص مؤسسة التراشيد الإعلامية وتحديداً إذاعة الرشيد بغداد والبصرة وكركوك والموصل والأنبار وقفت وقفة واحدة ضد الإرهاب وبمساندة القوات الأمنية العراقية لحظة بلحظة وخبر بخبر وعاجل بعاجل تميزت التغطية الإعلامية لمعركة الموصل في قناة الرشيد وإذاعتها التي كانت متواجدة في كل بيت من أرض نينوى وأطلق عليها لقب الأولى اسلوب جديد يختلف عن اسلوب التغطيات الإخبارية السابقة خلال معارك تكريت والأنبار انتهجتها هذه المؤسسة وهذا التوصيف يدعونا إلى معينة الدور العراقي فيها ولماذا حظت تقارير مراسلها وفريقها الإذاعي بالتميز وكانت هناك تغطيات قد أعدت وفق خطط مدروسة من قبل مديرية الأخبار وبرعاية من الإدارة المتمثلة بالسيد مدير العام وكان هناك فريق حربي متواجد في سحة القتال بشكل مستمر وكانت التغطيات مستمرة تم إعادة البث والحمد لله والشكر الصوت الصادح الأول وصوت الحق إذاعة الرشيد أفأم نينوى تم اختراق أجواء مدينة الموصل بعد تكتيم إعلامي بحت من قبل الدواعش والله اتصالتهم كثيفة يعني كلش كثيفة يعني ما شاء الله يعني متعاوني لا 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 وبالإضافة للقادة الأمنيين والمنتسبين من الشرطة الاتحادية حشيد الحمد لله وشكرا يعني كان تغطياتنا يعني مواقبة العمليات العسكوية يعني جهاز مكافحة الأرهاب والحشدة الشعبية أيضا وهل الشوفة الحمد لله وشكرا بدأت المعركة وإن شاء الله يعني ساعات وتعلن المصر كلها متحولة بالكامل من بين القنوات الفضائية كانت قناة الرشيد الفضائية قمة الهرام ولها الحصة الأكبر من تغطية المعركة عبر نشرات إخبارية مكثفة وخصصات تغطيات استثنائية وطويلة تمتد لساعات يوميا تتضمن آخر الأخبار للمعركة ومناقشتها مع نواب ومحللين وسياسيين وأيضا عبر مراسلها الذين يرافقون قوات الأمن العراقية عند الخطوط الأمامية للمعركة وبأثيرها على مدار الساعة لنقل الانتصارات ومعاناة النازحين من داخل أزقة الموصلة والتغطية مستمرة لحين أعلان النصر النهائي قناة الرشيد الفضائية علي حميد بغداد ترجمة نانسي قنقر